السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم اللائحة الرسمية للمنتخب الوطني المغلبي استعدادا لمقابلتين القابون والليسوتو بطبيعة حلح مدينة أيقاذربون سابة تصفية كأثيركية لائحة دمت 19 لاعب طبيعة لائحة رسمية قبل لاحظت من المدرب وليد الرقرقي ضمت 3 حراس 9 مدافعين 6 لاعبين وسط وتمانية مهاجمين ضمت 19 لاعب الأسماء معروخة بطبيعة حل جوج اللاعبين منهم معمروا ملعبوا في المنسخة بالوطني الأول من الآن أصير مهمة لهم مدافعين بطبيعة حل لأن جوج الأسماء الجديدة يضيفها الرقر لأسماء ديهم لأسماء دي المنسخة المغربين بعد غيام بس كاللاعب شادي رياض مهم بدأوا باللاعب كأثيرك الزوزي والسيباري بدأوا الأسماء بمهدي بنعبيد حارس فريق الجيش الملعقي بطبيعة حل حارس اللي شارك مع المنتخب الأول في كأس أمم إفريقيا حارس بادين في المنتخب المغريبي تسكوين مغربي بطبيعة الحال عم شئوا الآن الحارس رقم جوج بطبيعة الحال فهذه اللائحة هذه يوأصل رقم واحد في المنتخب المغربي هو ياسيب بونو تسكوين مغربي حارس فريق الإهلال السعودي شارك معنا في كأس العالم في كأس إفريقيا بالحراس الجيدين الحارس الثالث المنتخب المغربي اما ياسيبونو هو الحارس الاول دي المنتخب الوطني المغربي لا اشكاله في ذلك. عمشيه الان الاسم الثالث بطبيعة حالي وموني المحمدي حارس نهضة بركان. اللي شارك معنا في كأس العالم وفي كأس افراقية من العناصر المهمة اللي عنا في المنتخب المغربي. شارك كذلك في الالعاب الاولمبية. اه لعب جيد صراحة تكون اسباني وعيد صراحة نهضة بركان جاء وحد الحارس اللي هو حارس كبير صراحة من الحارس الحراس العالمي نعتبروا ماناق. عمشيون نخطفها وعندووا باللاعبناه في اكرة اللعبنا دويستام انجليزي. للاساب تنفسية نقصة. ما كايناش ماشي نقصة. اه تكوين مغربي. اه نسمى موني المحمدي شارك معنا في كأس العالم كأس الفراقية. كذلك اللعبناه في اكرة شارك معنا في كأس العالم وكأس الفراقية لاعب اللي عندو تكوين مغربي. وكيبقى من خيرة اللاعبين طبيعة الحال دي المنتخب الوطني صحيح ولكن الان تنفسها ما عندوش. عم بشيو عند لعب عبد الكبير عبقار سكوين مغربي. والعناصر اه اللي كي عايت لارد رجل اكتباه. عم طبعا تحل سكوين مغربي وشارك معنا في كأس امم افريقيا. وممكن يكون هو الاساسي امام منتخب القابل وهو اللعب نيف اكرد. في لقاء ديال ديال قابل. ممكن شوفوا عبقار ونشوفوا نيف اكرد كاساسيين. عم بشيو عند اشرف داري لاعب الجديد في الاهلي الميصري. باللعناصر اه المهمة اللي كان شارك معنا في كأس العالم. ماشي كان مهم بزور لكن كان لاعب اه مهم بادل. اشرف داري تكوين مغربي وكي لاعب في ناديل اهلي الميصري الان. تعقل معهم اللي مدة اربع سنوات كان ضرب من يولو تسعمية الف اورو. من يولو تسعمية الف اورو. اذا باللعناصر اللي اعزيز المتخل المرن. مشو عند اللعبيون سعب الحامية تسا وتلاتين سنة. اه اقريب يكمل سبعة وثلاثين. اقريب بزا في كمل سبعة وثلاثين سنة. لاعب تكوين فرنسي. شارك معنا في كأس امم افريقيا. في العناصر اللي من كأس افريقيا ما تواجهش في اللائحة دي الملتخم المغربي. لا في لائحة مارس ولا في لائحة يونيو. اما كانش في الملتخم المغربي. اخر مرة شوفنا في القائد زامبيا اللي كنا كنظر لدينا هي 24 يناير. عم شو عند اشرف حاكمي لاعب نادي باري سان جيمال الفرنسي. ادف ان يسمح بالحامى تشارك معنا بكأس افريقيا. اشرف حاكمي شارك معنا بكأس العلو بكأس امم افريقيا هو الالعاب الولمبية. تكون اسباني بالعناصر المهمة المهمة بزا. لانه داخل المنتخب الرواطني المغربي. اشرف حاكمي تكون اسباني بطبيعة الحال. من العناصر الكبيرة ابشو عناطر مزراوي لاعب نادي. م sender in jean 지난ze. شارك معنا في المنتخب الوطني المغريبي من كأس إفرقية حتى وما تواجهت مع المنتخب المغربي إذا مدى طويلة وطويلة بسرعة زكريا الوحدي لعب البطولة البرجيجية معمور لعب في المنتخب المغربي شارك معنا في الألعاب الأولمبية كان لعب جيد في الشمال وأصلاً ظاهر أيمن واللعب ظاهر أيصار في الألعاب الأولمبي ونرى الآن مع المنتخب المغربي فين عيو الطفول مدرب والد رجريجي كان لديه تقوين برجيجي في هذا اللعب العناصر المضيئة لعب محمد الشيبي شارك معنا في كأس إفرقية سكوين مغربي من العناصر الجيدة وعب نادي بيراميز آل مصري من العناصر الجيدة صراحة بدون نقاش في الدورة آل مصري صراحة اللعب محمد الشيبي شارك معنا في كأس إفرقية الجديد المنتخب أول وأدب أزنى لعبنا باير ميونيخ الألماني من العناصر المهمة لتكون إسباني مع مرعب في المنزخب المغربي لم تشارك معنا في أولمبيا وكان شعيت شيئا لم تنظروا كأس العالم في تيالي كانت ندوس أندونيسيا إذا أزناه بزيان أن يكون معنا في المنزخب المغربي وخط وسط الميدان بدأوا بسوفيان أمر رابط لعبنا في إيرونتين الإيطالي من العناصر الجيدة صراحةً لعنا في المنزخب الوطني المغريبي شارك معنا في كأس العالم وفي كأس إفريقيا العناصر الجيدة صراحةً لعنا لعب سوفيان أمرام تكوين هولندي بشيون لعب رقم جوج الآن في مركز خط وسط الميدان اللي هو أمير ريشار يصل لعب نادي في إيرونتين الإيطالي كذلك لعب تكوين ديالو فرنسي وشارك معنا في كأس إفريقيا وشارك في الألعاب الأولمبية بالعناصر الجيدة صراحةً بدون نقاش لعب أولمبي لعب مزيد أنه يكون معنا في المنزخب المغربي 22 سنة سين ديالو الصغير باقي جبروه بستافئة الحوار صراحةً اللاعب هذا أمير ريشار يصل لعب العناصر الأولمبية عمشوا لعب أولمبي آخر وسامة ترغاني لعب لها بالفرنسي تكوين مغربي بطبيعة الحال من العناصر المهمة شارك معنا في الألعاب الأولمبية عنصر اللي بان على مستوى جيد صراحةً في الألعاب الأولمبية بان على مستوى رائع صراحةً داخل الألعاب الأولمبية لعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي تكون مغربي شارك معنا في كأس العالم وكأس الأفريقية من العناصر الجيدة ولكن تكون مغربي ولكن تنفسها لم يكن باتاتاً عند أولمحي لعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي ما عنده تنفسها بصيفة نهائية في نادي أولمبيك مارسيليا نشوفه وشعين في فارق آخر أو لاعب يبقى بطبيعة الحال بشيء بطبيعة الحال عند اللاعب بلا الخنوس لاعب البطولة البرجيقية تكون ديالو برجيقي ممكن في هذا المساء نشوفه لاعب اليستر شارك معنا في كأس العالم كأس إفراجات أفراجات 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 أقل ٢٢١ عام وفي الألعاب الأولمبيو وبلا الخنوس كان وجدوه في اللواعي حدي هالا منتخاب المغربي عنده حط كبير بلا الخنوس صراحةً وفي الألعاب الأولمبيو نشوفه عند إبراهيم دياز لعب نادي الريال مدريد تكون عند بلا الخنوس كانت نبرجيقي إبراهيم دياز تكون مغربي أعفوه تكون إسبان إبراهيم دياز لعب نادي الريال مدريد لعب السيتي لعب ميلان لعب هذه المرة الثالثة في لائحة المنتخب لائحة يونيو عنده حط كلاعبية في مدينة أكادير نشوفه عند الهجوم بأمين عدلي لعب بايا بركوز الألماني نشارك معنا في كأس أمم إفريقيا تكوين فرنسي العناصر اللي ممكن تجيرش أدواء بزاف صراحة اللعب ممكن يتقاتل معنا في مركز خط الهجوم بطبيعة حال لعب أمين عدلي كانت عند 24 إلى 25 عام العناصر اللي باقي قادر على العطاء بطبيعة الحال معنا في الوقت اللي مجيبش معنا تحاكم زياج لعب نادي تكوين هولندي أم أطل بزاف كانت بعد خروج نادي جمهور تركيا قد بزاف و هو قد بزاف و هو قد تكون قد بزاف اوهولندي شارك معنا في كأس العالم و كأس إفريقيا لعب ممكن بلعب نادي فيارية الإسباني و يبقى من العناصر المهمة ستكون إسباني بطبيعة حالوج شارك معنا في كأس العالم و كأس إفريقيا عفوا ما شاركش معنا فقط في الالعاب الاولمبية حاكم زيرش ولي شارك معنا في الالعاب الاولمبية اما اليس اقوم شارك معنا في الالعاب الاولمبية وشجي الهدف واحد امام منتخب الامريكي كالهدف الثاني وتقي المقابلة اللي انا دك فوزنا بها باربع اصابات مقابلة الشيء بشي عند اليس بن صغير اللاعب نادي موناكو الفرنسي تكون فرنسي وشارك معنا في الالعاب الاولمبية صحيح ما بنش على مساواك كبير صراحة عنده تساعتاشر سنة وباقي طريقة الدم السافرية اللي اعطاء في الوقت اللي ماجي صراحة اللاعب اليس بن صغير اللي كيبقان العناصر اللي اه مهمة في المستقبل ان شاء الله هذا الجموع يكون قد عبد السابر الزلزولي يرجع مرة اخرى للمنتقب المغربي اه لاعب تكون اسبانيا عند اليس اخو مش تكون فرنسي عند اليس بن صغير تكون اسبانيا عند عبد السابر الزلزولي اللي شارك معنا في كأس العنم كأس فراقية كأس فرقية الأقل مئة ثلاثة عوشي نعم فى الالعاب الاولمبية الشجل الجوج الالم شارك معنا تقريب اياه فيها امام العراق وامام مصر صراحة بعد اه مكأس إفراقية ما شورش مع المنتقب الاول لعم شو عندي يوسف النصيري اللاعب المتولة التركية شارك معنا في كأس العلم سفرقية من العناصر الى ذكرها طبعا طبعا طحى كي عايكو بزاف لوائه دالو بطبع طالハى يوسف النصيري وواركي نعا نشوفوه عشي قدار يلعب كأساسي ونكفر ما كبير اللاعب صوفيان الراحمية بطابعة هى اللاعب المتخل المهمة للعناصر المغربي شا عند ايوب الكاعبي تكون مغربي عندي يوسف النصيري ايوب الكعبي كدلك تكون مغربي johnny حكاظ في اولم فياكوس ليوناني صار عليكم معنا في كأس علم يlearning كأس الفرقية ايوب الكعبي اشارك معنا في كأس امام الفراقية وفي watched rate and wra Bahnacear رائعة ممكن ان يكون في المنتخب الوطني المغربي اللاعب ايوب الكعبي التي شجلت لها 3 اصابة في موجه وPR الشفية الرحمة التي كان وعر في القلعب لا merchandise كان شجلت من يد والصابة بطبيعة ستكون مغربي باللعبال希 صفية نراح将 일ود ليونان لعبا حال في المنتخب الوطني المغربي الان عنده فرما رائعة وخاصة مع معنوية جد مرتفعة بعد انه شجلت من يد الاصابات في الالعاب الولمبية بطبيعة حلو جدد العقد دياله وكذلك مع النادي العالي الاماراتي مدة ثلاث سنة اخرى كانت بقي له سنياتا الفين وثمانية وعشرين تشيلي قاين شكرا وانتابعتكم وانتبا